تحية طيبة من عاصمة القرار بينما تتابع الإدارة الأمريكية جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة بغية إطلاق الرهائن وزيادة دخول المساعدات الإنسانية وعدم توسع الصراع يجري المسؤولون الأمريكيون مشاورات مكثفة وبعيدة عن الأنظار من أجل رسم مسار للسلام في المنطقة بعد الحرب اتقاد ديمقراطي في الكونغرس لتصرفات الحكومة الإسرائيلية اليمينية ودعوات للتشدد نحوها في مجال المساعدات ودعم جمهوري لجهد الإدارة الأمريكية من أجل توسيع اتفاقات إبراهيم سأبذل قصار جهدي كجمهوري لمساعدة الرئيس بايدن على تحقيق التطبيع بين السعودية وإسرائيل وهو ما سيقود إلى عزل إيران وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وسيكون من نتائجه توفير مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني الصحافة توقفت عند آفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي وحل الدولتين عاصمة القرار يأخذكم إلى مراكز صناعة القرار في واشنطن لرسم الصورة الكاملة لكم ضيفا حلقة اليوم دان أربيل خبير الشؤون الإسرائيلية في الجامعة الأمريكية ونائب السفير الإسرائيلي الأسبق في واشنطن وعرفان فرد الكاتب والباحث في السياسة الخارجية الأمريكية أهلا بكم مشاهدين وأهلا بكم دان وأعرفان قواعد المناظرة 45 ثانية لكل ضيف الإجابة على السؤال و25 ثانية كحق لأرد كنا قد طرحنا على صفحتين الحرة وعاصمة القرار على فيسبوك وأكس السؤال التالي هل تشجع جهود واشنطن للتطبيع بين السعودية وإسرائيل حكومة نتنياهو على السير بحل الدولتين ولماذا صوتوا وعلقوا على صفحتين الحرة وعاصمة القرار على فيسبوك وأكس وسنعرض النتائج والتعليقات خلال هذه الحلقة بداية نبدأ معك دان في ظل استمرار حرب غزة تعمل الإدارة الأمريكية مع دول عربية وأوروبية على اليوم التالي للحرب برأيك هل الوقت مناسب أم أن الأمر سابق لأواني؟ أعتقد الآن من المهم أن نحضر الطريق لليوم التالي طبعا الأمر مبكر للدخول في التفاصيل الاقتتال مستمر وهناك أيضا مسألة الرهائن التي تحتجزهم حماس وكل هذه المسائل لابد أن تحل وإبعاد حماس من المعادلة قبل أن نتمكن من الكلام بشكل جدي عن أي التدابير لليوم التالي وكم تتوقع أن تستغرق هذه العملية؟ إزالت حماس ربما بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر القضاء على حماس مسألة وهزيمة حماس مسألة أخرى يمكن هزيمة حماس عما قريب والقضاء على بناها التحتية العسكرية وإبعادها من الواقع العسكري شيء ولكن إبعادها من المعادلة شيء آخر عرفان سؤال نفسه هل أن مسألة البحث في اليوم التالي للحرب وقتها مناسب اليوم؟ أم أن هذه المسألة سابقة لأوانها؟ في الواقع حماس أنا أتفق مع دان كان محقا في تحليلي شخصيا أعتقد أن حماس هي فرع من شبكة الإرهاب الإيرانية يجب التخلص من حماس كلية وقطع يد ذراع إيران إيران لها أذرع عديدة أحداها حماس ثم حزب الله والجهاد الإسلامي وأكثر من إحدى عشر منظمة إرهابية لبقاء إسرائيل وإذا أرادت أن يكون هناك تواجد سلمي لها في الشرق الأوسط مهم التخلص من حماس حتى رغم أن هناك مجموعة إرهابية إلا أن لها أسماء أخرى حاليا ضروري بالنسبة لإسرائيل التخلص من حماس ومحاولة التصدي للنظام الإيراني ونقل المعركة إلى أراضيها النظام الإيراني يريد أن يكون القوى المهيمة في المنطقة وهذا مستحيل نتيجة للأيديولوجية التدميرية يعني إذا فهمت جيدا منك الوقت غير مناسب للحديث عن مرحلة ما بعد الحرب في غزة وتريد التركيز على إيران وبعد ذلك العودة لمصار السلام في المنطقة صحيح؟ في الواقع نعم من جانب الآن لو كنت تحدث عن اتفاق سلمي مع الإرهابيين فهذا مضي على الوقت الرئيس الأمريكي الديمقراطي أضاع ثلاث سنوات من رئاسته للوصول إلى اتفاق مع النظام الإيراني في التاريخ كانت هناك مرة رئيس وزراء إنجلترا كان سعيدا أن يصل إلى اتفاق مع هتلر ولكن هذا لم يكن مفيدا نفس الشيء الآن مع النظام الإيراني مواقف الإدارة الأمريكية أرفان الإدارة الأمريكية تعمل على وضع مسار لحل الدولتين في المقابل يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو جائزة للإرهابيين وأنه لن يخضع للضغوط للقبول بدولة فلسطينية السؤال ما الجدوى من هذه المساعي الأمريكية إذا كانت إسرائيل ترفض من الأساس حل الدولتين حل الدولتين سيكون خطيرا للأمن القومي الإسرائيلي في المستقبل لماذا؟ لأنه حاليا أحد الأنظمة التي تحب الإرهاب النظام الإيراني هذا النظام لن يساعد أبدا على تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة لأن تركيبته الجينية تتمثل في دعم الإرهاب لهذا السبب حل الدولتين لا يمكن أن يكون طريقة منطقية لماذا؟ لأن دولة فلسطين ستكون مركزا لفيلق القدس والحرس الثوري وستكون خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي شخصيا أعتقد أن هذا لن يتحقق ومعظم الدول العربية لن تقبل ذلك هنا لا أتفق مع الزميل أعتقد على المدى القصير ربما حل الدولتين غير قابل للحياة لأن هناك عدم تواصل بين غزة والضفة لأن حماس ما زالت موجودة لأن 91% من الفلسطينيين في الضفة يعتبرون السلطة الفلسطينية كمؤسسة فاسدة وبالتالي للتوصل إلى حل الدولتين نحتاج إلى تقدم وتحولات كثيرة الوقت ليس حائنا الآن ولكن على المدى الطويل حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يأتي بسلام واستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين أرفان معلومات صحفية ذكرت أن الوزير بلينكين أصدر تعليمات للمسؤولين في الخارجية بأن يعرضوا عليه خيارات للاعتراف الأمريكي أو الدولي بالدولة الفلسطينية والشكل الذي ستبدو عليه الدولة الفلسطينية من زوعة السلاح هل تؤيد إقدام الإدارة الأمريكية على الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد على غرار ما تفكر به الحكومة البريطانية أيضا أولا يجب أن نتحدث عن وجهات نظر واقعية عمليا ما هي الخطة؟ ماذا يجب أن نفعل؟ شخصيا من وجهة نظري أعتقد أن حل الدولتين عن طريق مساعدة أوروبا والولايات المتحدة لا يمكن أن يتم في المستقبل المنظور أنا أتحدث عن العقبات الموجودة وقلت لماذا النظام الإيراني لا يستطيع أن يساعد أو أن يبقى بعيدا عن حل الدولتين ليس على المدى الطويل أنا أتفق ولكن المشكلة الآن القضايا الجيوسياسية والمشاكل في الشرق الأوسط لا يمكن أن تعبد الطريق لهذا الحل دان نفس السؤال حول المعلومات التي ذكرت أن الوزير بلينكين طلب من المسؤولين وضع خيارات الاعتراف بالدولة الفلسطينية منزوعة السلاح هل تؤيد إقدام الإدارة على الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد؟ أعتقد أن أي تصرف إحادي لا يمكن أن يكون سبيلا إيجابيا إلى الأمام يعني ذلك فرد الحل على الفرقة وهذا قد يؤدي إلى نتائج عسكية لا بد من التوصل عبر الحوار إلى اتفاق لا بد من أن نتكلم مع الإسرائيليين لنرى ما هو موقف إسرائيل وربما التوصل إلى تفاهمات ما مع إسرائيل قبل أن نعترف بالدولة الفلسطينية بشكل أحادي على الأرض سيكون ذلك اعترافا رمزيا أكثر من أي شيء آخر لأن لا شيء سيتغير على الأرض في اليوم التالي ولكن ما يختلف هو الرمزية ولكن من الناحية العملية لو أردنا لإسرائيل أن لا تقود هكذا اعتراف فلا بد أن يكون هناك حوار مع إسرائيل ولكن الحكومة الإسرائيلية الحالية ترفض الحديث عن أي دولة نعم أنت على حق لذلك قلت أن الوقت ما زال مبكرا أن يتكلم عنه لكن هذه مسألة يعمل عليها من ثلاثين سنة تقريبا من العام 1990 ولم نصل إلى نتيجة على كل نتوقف عند مواقف الصحافة الأمريكية ونتابع النقاش دان خطة السلام التي تعمل عليها الولايات المتحدة مع الدول العربية والأوروبية تتضمن كما استمعنا إلى جدول زمني ثابت لا رجعة عنه لإقامة دولة فلسطينية برأيك مثل هذه الخطة والجدول الزمني المحدد هل سيدفع إسرائيل على السير بهذا الحل وإلا فإن المجتمع الدولي سيسير بالاعتراف بحل الدولتين أو الدولة الفلسطينية بموافقة إسرائيل أو عدم موافقتها طبعا نتنياهو يريد التطبيع مع المملكة هو أمر يروق له ولكن الظروف المرتبطة باتفاق من هذا النوع هو لا يوافق عليها وقد أدى ذلك إلى توتر بين أمريكا وإسرائيل وقد يؤدي إلى المزيد من التوتر وربما يؤدي إلى الاعتراف من طرف واحد في إسرائيل كل الأحزاب الصهيونية في المعارضة وفي الاتلاف تعارض حل الدولتين على الأقل في هذه المرحلة ربما نتكلم عن عملية وعن مراحل وعن تحديد هذه المراحل ربما تبدأ بالتطبيع مع المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى ربما في نهاية المطاف قد توافق إسرائيل على نوع من الاعتراف بدولة فلسطينية ولكن على المدى المتوسط والطويل وليس القصير في الواقع أعتقد حاليا إسرائيل لديها ثلاثة مشاكل أساسية الأولى الإرهاب الإرهاب الإسلامي المدعوم من قبل النظام الإيراني والثاني الصواريخ والبرنامج النووي الإيراني والثالث لو إيران أعلنت عن امتلاق قنبلة نووية بمساعدة روسيا ما هو رد فعل إسرائيل؟ بالتأكيد إسرائيل ستحاول قصف الأهداف في إيران وإلا إسرائيل لن تتواجد في المستقبل لأن السياسة سياسة النظام الإيراني حاليا هي التخلص من إسرائيل ومسحها عن الخارطة المشكلة الرئيسية هي الإرهاب والحرس الثوري والنظام الإيراني وإسرائيل تواجه سنوات مظلمة في المستقبل دان برأيك هل الوقت كاف لإدارة بايدن لتحقيق السلام في الشرق الأوسط قبل الانتخابات المقبلة في نوفمبر المقبل؟ سؤال جيد جدا أعتقد أن الوقت يمر بسرعة ويفوتنا لأن هناك انتخابات في شهر نوفمبر 22 المقبل وبدأنا بالحملات الانتخابية الآن وتتقدم بسرعة وعما قريب سنصل إلى سرعة أكبر وكل ذلك يعرقل جهود الإدارة الهادفة إلى التوسر الاتفاق سلام لذلك الإدارة تشدد على دفع هكذا حل إلى الأمام بأسرع وقت ممكن ولا تريد أن تنتظر في حين أن إسرائيل ربما تنتظر هكذا اتفاق مع الوقت ولكن ليس بطريقة فورية هناك توترات الآن بين واشنطن والقدس هذا ما يزيد أعتقد أن واشنطن والبيت الأبيض حاليا غير جادين في تحقيق السلام في الشرق الأوسط لأغراض دعائية يقولون ذلك هو أنهم يدعمون الديمقراطية وحقوق السلام والسلام ولكن عمليا من المستحيل في هذا الوقت ثانيا الآن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة غير جادين بشأن التخلص من المجموعات الإرهابية وأعتقد أنه حتى نوفمبر من المستحيل تحقيق أي إنجاز المشكلة هي أن إسرائيل يجب أن تحل المشكلة بنفسها وأن تتخذ القرار بمساعدة الاستخبارات الإسرائيلية بشأن رد الفعل على هذا التهديد بعض الفاصل المعادلة الحوثية في خطة السلام الأمريكية للمنطقة مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ أهلا بكم من جديد إلى عاصمة القرار ينضم إلينا من مقر الخارجية الأمريكية تيم ليندر كينغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن سيد ليندر كينغ أهلا بك في عاصمة القرار نتحدث في البرنامج عن اليوم التالي لحرب غزة بما أن الحوثيين ربطوا اليمن بهذه الحرب فهل تتوقع أن يوقفوا عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر عند توقف الحرب في غزة وأن يسيروا بالحل السلمي الذي تعمل عليه إدارة بايدن وهو حل الدولتين والتطبيع بين السعودية وإسرائيل أم أنهم سيواصلون عملياتهم الحربية لعرقلة هذا الحل شكرا جزيلا لاستضافتي سمعنا تصريحات الحوثيين التي أعلنت عن الالتزام بإنهاء الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر عند نهاية النزاع في غزة كلنا جميعا نريد منهم الالتزام بهذا والسؤال الكبير ماذا يمكن عمله في نفس الوقت لأنه في الواقع هناك هجمات متهورة على الملاحة الدولية من جانب الحوثيين وهي تسبب مشاكل خاصة في الجانب الاقتصادي للكثير من الدول في المنطقة تضر باقتصاد إثيوبيا ومصر وتعرقل قدرة مصول المساعدات الإنسانية للسودان وربما هذا لن أو ليس هدف الهجمات الحوثية ولكن هذا هو الواقع واقع التأثير تأثير الهجمات على المنطقة وهم لا يفعلون شيئا لمساعدة الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى دعم واسع مساعدات إنسانية إلى آخره وأفعال الحوثيين لا تساعد في هذا المجهود طيب هل ستنتظرون نهاية الحرب في غزة كي يوقف الحوثيون هجماتهم على السفن وبرأيك لماذا لم تنجح العمليات العسكرية الأمريكية والبريطانية حتى الساعة في ردعهم عن شن الهجمات على السفن التجارية والسفن الحربية الأمريكية وغيرها أولا دعنا نتذكر أن هذا تحالف من ثماني دول ليس فقط الولايات المتحدة وبريطانيا هناك ست دول أخرى منخرطة في التحالف العسكري وهدف هذا التحالف هو ضرب القدرات العسكرية للحوثيين التي تستخدم في استهداف السفن في البحر الأحمر صلاة بالحوثيين بشكل مباشر أو بإيران لخفض التصعيد إضافة إلى العمليات العسكرية لدينا طرق عديدة لإيصال الرسائل إلى الحوثيين وتلقي الرسائل والشيء الأساسي هو أنه لا توجد دولة في المنطقة تدعم هذه رقت إلى إيران هناك أعضاء في الكونغرس الأمريكي يطالبون الإدارة باستهداف إيران بدل الحوثيين لأنها وكما ذكرت هي من يقف وراء دعم الحوثيين بالسلاح والعتاد والتدريب والمعلومات لماذا تتفادى الإدارة استهداف إيران حتى هذه الساعة؟ هناك طرق عديدة ومتهورة ولكن لم تجبني على سؤال سبب تفادي الإدارة استهداف إيران مدام أنها لم ترد على الرسائل الدبلوماسية وهذا ما يطالب به مشرعون أمريكيون أنا سأترك هذا لزملائي الذين يديرون الملف الإيراني كي يجيبوا على هذا السؤال أسألك سيد ليدر كينغ عن إعادة إدراج الحوثيين على لائحة المنظمات الإرهابية ذكرت أن الولايات المتحدة لا تريد مهاجمة اليمن هل ترد على المعلومات التي تم تداولها في الساعات الماضية بأن القوات الأمريكية تحشد قوات لها في جيبوتي في القاعدة العسكرية من أجل مهاجمة اليمن؟ وماذا عن هذه المعلومات؟ سأترك هذا لزملائي الذين يستخدمونها للوجوم على السفن في البحر الأحمر أخيرا قرار الإدارة بإعادة إدراج الحوثيين على لائحة المنظمات الإرهابية دخل حيز التنفيذ اليوم ما هي أثار هذا القرار على الحوثيين واليمن؟ وماذا سيتغير على الأرض؟ فيد اليوم تيم ليندر كينغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن من الخارجية الأمريكية شكرا جزيلا لك ننتقل إلى جدة في المملكة السعودية مع الدكتور خالد باطرفي الأكاديمي والكاتب السعودي أهلا بك دكتور باطرفي التطبيع بين السعودية وإسرائيل هو أحد باطرفي السعودية إلى الدور الذي سيقوم به الحوثيون في اليمن وإيران أيضا في حال قيام السعودية بالتطبيع مع إسرائيل لا أعتقد أن هناك كانت مشكلة عندما أعلنت السعودية أنها تم تزيلا لك دان وعرفان أي تعليق على كلام الضيف السعودي والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن دان تفضل أعتقد أن ما قاله الدكتور باطرفي قبل السابع من تشرين الأول أكتوبر كانت هناك جهود للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية وكانت تسرع أمريكا وإدارة بايدن هذه الجهود ومن الأسباب التي جعلت حماس تتصرف في حينه هو وبتشجيع ودفع من إيران هو محاولة لتقويد التطبيع بين المملكة وإسرائيل وإسرائيل والدول العربية وهذا ما تمكنت حماس عبر هجومه من إحرازه هناك هذا الكلام عن إسرائيل كما سمعنا ولكن إسرائيل رأت مقتلاء حوالي 1200 من مواطنيها وذبح الأبرياء لذلك إسرائيل قامت بهجومها وما زال لإسرائيل أهداف من هذه الحملة العسكرية عندما تصل إلى تحقيقها نتمكن عن أمور أخرى في الواقع أعتقد أنه عندما هاجمت المجموعة الإرهابية حماس إسرائيل لا أحد انتقد وطالب من حماس لماذا تقومون بهذا الفعل الوحشي ضد إسرائيل لا أحد والشيء الثاني الضيف السابق السفير لم يتحدثوا عن التخلص من الإرهاب تحدثوا عن المفاوضات ولكن في العلاقات العامة ماذا يعني هذا؟ ما هي شرعية الحديث مع مجموعة إرهابية؟ عندما تهاجم مجموعة إرهابية لا يمكن أن تتحدث معها عن المفاوضات لأنه ليس لديها شرعية ومن وراء هذا هو الحرس الثوري وفيلق القدس الإيراني بعض الفاصل هل تشجعون جهود واشنطن للتطبيع بين السعودية وإسرائيل؟ حكومة أو هل تشجع هذه الجهود حكومة نتنياهو على السير بحل الدولتين؟ استطلاع يلقض عرفان ودان عرفان في نظر الإدارة الأمريكية وبعض المشرعين الأمريكيين حل الدولتين والتطبيع بين السعودية وإسرائيل سيعزل إيران ووكلائها في المنطقة هل توافق هذا الرأي؟ وهل ستقف إيران متفرجة في وقت إنها دعمت حماس كما يقول دان في هجمات السابع من أكتوبر للإطاحة بالتطبيع؟ في الواقع أعتقد حاليا أن كلمة تغيير ممنوعة في الأروق السياسية في واشنطن اتفاق السلام بين العرب وإسرائيل حلم ولن يمر لأن إيران ستستخدم كل شبكات الإرهاب ضد هذا الاتفاق لأن السعودية وإسرائيل تريدان علاقات اقتصادية وديبلوماسية سلمية علاقات سلمية لسوء الحظ هذا النظام الفوضوي في إيران لا يريد ذلك ويريد أن يدعم الإرهاب ضد الدولتين بدون تغيير للنظام في إيران مستحيل عمل ذلك أعتقد أن تعزيز التطبيع مع الدول العربية هو أساسي جدا لتقويض إيران ونشاطاتها المزعز على استقرار المنطقة هذا الاتلاف مع الدول العربية التي تتعامل مع إسرائيل من دون شك يساعد في هذا المجهود وأنا شخصيا أتفر وأفهم الدول العربية دان أربيل الخبير في شؤون الإسرائيلية في الجامعة الأمريكية ونائب السفير الإسرائيلي الأسبق في واشنطن شكرا لك ونشكر أيضا عرفان فرد الكاتب والباحث في السياسة الخارجية الأمريكية إلى هنا تنتهي عاصمة القرار لهذا اليوم تحية طيبة مني ومن فريق العمل وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر